العديد من المكتسبات والحقوق والإنجازات حصلت عليها المرأة في عصرها الذهبي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والذي حارص على دعمها وتشجيعها وإعطائها حقوقها لتصبح مصر من أوائل الدول التي تسير في النهضة بملف المرأة فقد وصلت المرأة إلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار وأثبتت كفاءتها وجدارتها حيث حصلت على العديد من المناصب الهمة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية فلأول مرة في التاريخ نجد سيدة مصرية تتولى منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي وهي الدكتورة فيزة أبو النجا أو تصل إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقار المنظمة الدولية في فيينا وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي وهي الدكتورة غادا والي أو تتولى تمثيل مصر بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد وهي المستشارة أم العمر أو تنجح في الوصول إلى منصب نائب محافظ البنك المركزي مثل ما فعلت لبنى هلال وفيما يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري وصلت ثماني سيدات إلى منصب وزيرة طبقا لآخر تعديل وزاري وفي السلك القضائي استطعت مصر أن تحقق المساواة بين الجنسين وتحطم الحاجز الذي منع السيدات من الوصول إلى المناصب القيادية بالقضاء وذلك بقرار الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس من هذا العام بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة وهو القرار الذي يعد تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة وفي برلمان 2015 كانت تسعون سيدة ست وخمسون بنظام القوائم وعشرون بنظام الفردي وأربع عشر تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية يشكلون نسبة خمسة عشر في المائة من إجمالية عدد الأعضاء وهي تمثل النسبة الأكبر خلال الحياة البرلمانية المصرية منذ بداية دخول المرأة للبرلمان في عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين أما برلمان 2020 فقد ضم مائة واثنتين وستين سيدة مائة واثنتين واربعون بنظام القوائم وست بالنظام الفردي بالإضافة إلى أربع عشرة سيدة تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وهي النسبة الأعلى على الإطلاق أما في مجلس الشيوخ فقد أعطى الرئيس عبدالفتاح سيسي فرصة وتقديرا جديدا للمرأة المصرية بمضاعفة عدد المعينات وصولا إلى عشرين أسمان كما وصلت أول سيدة إلى منصب وكيل المجلس وهي النائبة فيبي فوزي جرجس كما تصدرت المرأة المشهد في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلس النواب والشيوخ والرئاسة لتكون هي الأكثر إقبالا